بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنكمل بعض الأجزامبلز اللي بتخص rate of return عشان نقدر نستوعب الموضوع كويس بنقول والله لو أنا عندي XX company can purchase a new machine at a cost of وميديك التكلفة بتاعتك وبعدين that will save هتوفر معاك 20 ألف بريير cash operating بريير in cash operating the machine will have هتستخدم معاك 10 سنوات لو سمحت أحسبني rate of return بتاع هذه المعدة اللي المواصفتها كالآت بالحالة ديت طبعا أنت لو بتحسب البيباك والتدفق النقدي ثابت تقدر تقول والله 104 اللي هو الانيشال كوست اللي عندك على تدفق النقدي السنوي يترجيب والله المعدة دي هتديني فلوسي بعد 5 سنوات فاصل 2 الزئد الكلام ده لو أنت أهملت سعر الفايدة اللي عندك لكن لو أنا دخلت سعر الفايدة اللي عندي وشوف البرزنت وورس اللي عندي هيساوي صفر إمتى هيبدأ الكلام ده يختلف تماما يبقى الinvestment require ناو دلوقتي 104 ألف و14% طالما ناو يبقى بواحد والبرزنت فاليو بتاعتي زي ما هي لن تختلف من 1 ل 10 في تدفق نقدي 20 يبقى الفاكتر اللي عندي اللي هو ده هو to find b given a وسعر الفايدة اللي عندي بفترض أنه 14% و10 سنين يطلع النت برزنت بتاعي بساوي 0 يبقى فعلا المعدة ديه الانترن ريت بتاعها بساوي 14% لو انا عاوز اجيب ريت ريت باستخدام الانوال ورس نفس الاشكال just as we can be found internal ريت ريت using present ورس equation it may also be determined by using annual ورس equation this method is preferred when uniform annual cash flow are involved لما يكون التدفق النقدي uniform البرزيدر باختصار بتاعة rate of return draw cash flow diagram بنرسم cash flow diagram بما له التدفق النقدي positive وتدقد النقدي negative وبعد setup relation for annual worth of disparsement المصاريف and receipts with i unknown سعر الفيضة اللي عندي مجهول معرفوش لأنه المطلوب لنجيب سعر الفيضة اللي بيحقق ان annual worth بيسوي صفر select the value of i by try and error بعدين او ممكن استخدم interpolation او الexcel sheet عندي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته